رئيس الوزراء الإيطالي أنريكو ليتا يوجه دعوة للبرلمان من أجل تجديد الثقة في حكومته الائتلافية الموسعة الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو كان قد طلب من ليتا أن يقدم نفسه بحسب ما تنص عليه الإجراءات البرلمانية عقب انسحاب الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني من الائتلاف الحاكم وقال ليتا إنني هنا لأطلب تجديد الثقة من أجل بداية جديدة إن كنتم ترغبون بإيطاليا معزولة فلا تصوتوا على منح الثقة وإذا أردتم الشعبوية ومعادات الوحدة الأوروبية يرجى التصويت بلا في هذا الوقت خرجت مظاهرات في عدة مدن إيطالية احتجاجا على الحالة الاقتصادية السيئة حيث نظمت حركة تدعى بيتشفورك وهي تحالف يضم مزارعين وسائق شاحنات وتجار وغيرهم من ضحايا الأزمة الاقتصادية مظاهرات في جميع أنحاء البلاد اشتركوا في القناة